طيب هنروح لخبر تاني طبعا دايما بتتحقق قدامنا حقيقة مقولة العمر مجرد رقم ده اللي تأكد في الخبر اللي معانا النهاردة عن سيدة قضت عشر سنين من الصبر والأمل المتواصل لحد ما ربنا كرمها وجزاها بعد سنين من الصلاة والدعاء والصبر من قلبها علشان تخلف طفل ورغم كبر سنها إلا إنها ما فقدتش الأمل أبدا وربنا كان عند حسن ظنها ورزقها بمولودتها الأولى اللي سمتها رقية سيدة لبنانية نهاية فاضل نشرت فيديو على فيسبوك لكواريس ولادتها طفلتها أو ولادت طفلتها الأولى بعد ما بقت حديث الناس داخل وخارج لبنان وصفت اللي حصلها بإنه معجزة ربانية وقالت ومشاعر الفرحة ومش سائعها إنها حاولت هي وجوزها كتير ورحوا لدكاترة كتير وكلهم قالوا إنه ما فيش أمل للأسف لكن كان عندي ثقة في الله بإنه هيكبر خطري ويقر عيني بيها ما شاء الله طبعا يعني ما فيش حاجة بعيدة على ربنا يعني دايما بنشوف ناس كتير أو يقابلنهم في حياتنا إحنا شخصيا نتقلهم مثلا من دكاترة إنه واستحيلة هتخلي فيه إنتي واسلا ما بتخلي فيش أو جوزك ما بيخلفش وفي الآخر لو ربنا أراد طبعا بيتم طبعا يعني الرزق ده طبعا فشيء عظيم وشيء جميل وخبر جميل جدا حقيقة بس بعد كلامنا بقى عن الستة اللبنانية الجميلة اللي سمعنا قصتها مع الولادة